اليوم الاربعتاشر في الحرب الروسية الاوكرانية او بعد الغزو الروسي لاوكرانيا اربعتاشر يوم والعالم يدفع الثمن غاليا مفيش حد في العالم ما بيدفعش مفيش دولة مستثناء بكل الطرق وطبعا الجزء العام او الاغلب نتحدث عن التضخم وعن الغلاء ولكن هناك اثار جانبية كثيرة عندما بدأ هذا الغزو بعض الناس كانوا بيتكلموا انه يومين تلاتة الرئيس الروسي مش هيكمل الرئيس الروسي حيتوقف طب ابتدت مفاوضاته احنا مستنيين الاوكرانيين اما يوصلوا على الحدود طيب هما رايحين تركيا او هيعودوا مع لفروف وحيقعدوا مع وزير خارجية لم يحدث شيء والمعارك مستمرة والقتل مستمر والعقوبات مستمرة اشتركوا في القناة